بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اليوم ان شاء الله راح نكمل حلقة سلمحل موقفنا في المحاضرة الماضية طيب يا شباب ركزوا معي بس خمس دقائق هسا في المحاضرة الماضية بس ده وضح شغلة في المحاضرة الماضية كتبنا دلت اكس وتساوي Vnode بالتايم زائد هف ايتي سكوير ممتاز هسا بصراحة انا بقدر اكتب هاي المعادلة اكس وتساوي Vnode بالتايم زائد هف ايتي سكوير وهاي المعادلة مشتقة من هاي المعادلة اللي تحت يعني هاي المعادلة اللي تحت هي المعادلة الاصلية كيف هذا الكلام والله انا باجب احكي لك هاي رسمة البرابل لا تبروه هنا تايم هنا اكس باجب اعمل بهذا الشكل باجب احكي لك انه الـ x distance النهائية اللي وصلها جسم معين هي عبارة عن الـ distance اللي كسبها بسبب الـ velocity والـ distance اللي كسبها بسبب الـ acceleration طب ممكن واحد يجي يحكي طب لو بلش هو من هون يعني هو ما بلش من عند الصفر باجب احكي لك بتصير x النهائية هي عبارة عن الـ vnode بالتايم اللي هي المسافة اللي كسبها بسبب سرعته البدائية زائد هف a t square زائد المسافة اللي بلش منها x node فلما اودي x node لهون بتصفي عينها عندي delta x وبنفس الكلام الـ velocity انا عندي هاي الـ velocity هاي v وهي v node انا الـ acceleration بالتايم ابيعطيني v ولكن ممكن هو ما يبلش من v تساوي صفر فممكن يكون عنده أصلاً velocity موجودة هجب ازيد بس الـ velocity اللي هو أصلاً مبلش منها تمام؟ اتوقع هيك الموضوع صار واضح يلا يكملوا المحاضرة في المحاضرة الماضية اعنا السؤال الأول the velocity of a particle moving along the x axis varies in time according to the expression v هل قد بالمتر بار second where t is in seconds a find the average acceleration بدو الـ average acceleration هو عبارة عن delta v على delta t ويساوي v الاثنان ناقص v الصفر ناقص v الصفر على 2 ناقص صفر طبعا هند أنا وعلى معلومة أنه هون معطيك t in seconds صراحة أنا ما أمر علي سؤال أنه هاي ما تكونش seconds يعطيك t إذن بشغلة ثانية فإذا كانت مثلاً معطيك إياها بالمنت وهاي الوحدة مكتوبة meter per second خلاص أنت وهاي معطيك الـ time هون مثلاً قال لك هاي minute وأجي قال لك t تساوي صفر و t تساوي 2 minute تجي بتحول لما تعوض يعني بتعوض ل2 minute وبتحولها جميل إذا كان معطيك إياها هون لا بتحول مباشرة ممتاز معطيك بي determine the acceleration at t equal to أي يعني بدل instantaneous اللازم إذا متشتقي فلسط عشان يعطيك acceleration وبعدها بتعوض طبعا هون بس بدي نوها على شغلة إنه ما حدا يتوهم يقول والله هون average acceleration نفسه acceleration فباجي بعوض ل2 بعطين نفس الجواب لأنه مش هيعطيك نفس الجواب بسبب إنه هاي تي تربيع هذا مش خطي جميل لأنه يعني من شروط إنه يكون قلنا إنه يكون constant إنه لما تشتقي أصلا بيعطيك رقب هنا لا رح يعطيك سالة بعشرة t ممتاز لازم تكون high t بس معطيك هذا السؤال بايسكلت بايسكلت أصلا بايسكلت أصلا بايسكلت من 5 متر بار سيكين و16 متر بار سيكين إذن هاي في initial هاي في final إن ثمن ثوانية هاي معطيك time assuming uniform acceleration معطيك إنه الأكسلراتي منتظم يعني constant طبعا هاي المعلومة أنا باتوقع إنه معطيك إيها عشان نقدر نستخدم قوانين الحركة قوانين الحركة بتصاروا ثابت what distance does the bicycle travel during this time interval بدو delta x يعني بدو المسافة اللي مشاها طبخليني نيجي نكتب القوانين اللي أنا وياك بنعرفهم حلو إنت عندك delta x وتساوي V node بالتايم زائد half A T سيكوير خلن نكتب delta x تحت بعض في عندي قانون ثاني لل delta x هو عبارة عن يقول لك delta x وتساوي V node زائد V على 2 الكل مضرب بالتايم الثالثة عندك V وتساوي V node زائد A في التايم الأخيرة V تربيع وتساوي V node تربيع زائد 2A delta x وهو معطيك بالسؤال معطيك V initial معطيك V final ومعطيك التايم معطيك أنه acceleration is constant وبدو delta x أنا واحدة فيهم بقدر أطلع delta x من المعطيات الثلاثة اللي عندي هاي من المعادلة الثانية بقدر أطلع delta x ممكن واحدة يجي يحكي لأنا ممكن أحلها إنه أطلع acceleration بعدها أطلع delta x بقول لي بطلع acceleration من هاي المعادلة بعدها بطلع delta x من هاي المعادلة أو من هاي المعادلة بقوله صحيح ولكن رح تستغرق وقت أكبر معطيك هون Aircraft هزا landing speed of 83.9 m per second لازم يهبط يعني تكون V final equal 0 حيلو يعني هاي V initial the landing area of an aircraft carrier is 195 متر معطيك إنه stopping distance delta x عبارة عن 195 متر لازم كثير تكون مهتم للوحد what is the minimum uniform acceleration required for safe landing هون هو بد acceleration حسا بداية إذا أنا كانت عندي V initial أكبر من V final بيكون أنا عندي إشارة acceleration negative إذن إشارة هون رح تطلع عندي negative حيلو بغض النظر deceleration ولا acceleration ممتاز وأنا هنا واضح إنه عندي رح يعمل deceleration إنه رح يطباط هو landing speed سرعته رح يتقل ممتاز حسا بس بدي أوضح لمفهوم كلمة minimum ليش كتب لك كلمة minimum هسا ممكن واحد يحكي له أنا بقدر أعمل safe landing من خلال مثلا salib 0.4 meter per second والجواب لما تجدك تعوضه في معادلات الحركة بيطلع معك salib 0.5 meter per second هسا هاد أكبر من هاد جميل ولكن هو بالامتحان بده هذا الجواب فما بده حدا يجي لعب له في السؤال يجي يكتب له الله أنا بقدر أعمل safe landing من خلال هاي ويجي تثبت لها بطريقة معينة عشان هي كمذكورة كلمة minimum وهي عادة تذكر ملهاش الزيادة بالسؤال ولكن تذكر فقط للإحتياط طيب خليني نشوف المطلوب المطاليب والمعطيات اللي عندي معطيك V Initial V Final ومعطيك Delta X و Acceleration مطلوب يعني بدك أنت Acceleration إذا إذا عندك V Initial ومعطيك V Final ومعطيك Delta X اللي هي Stopping Distance وبدو منك Acceleration من هواك ممكن تطلع Acceleration من هاي المعادنة هاي الوحيد اللي ما فيش فيها Time جميل خلني يجي هذا السؤال هذا السؤال كثير مهم كثير جدا جدا مهم هذا السؤال بداية معطيك أنه A bird starts flying south أنه هو بيمشي للجنوب ومعتبر هو واضح من الرسمة معتبر أنه الجنوب هو negative إذن الشمال هو positive بالرسمة هون لازم نهتم لشغلتين صراحة قبل الحل لازم أنت تشوف الوحيد تاعة الفلسطين هو معطيك أها meter per second ولابد أنك تكون عارف أنه time معطيك ها second لأنه ممكن يجيب لك نفس الرسمة بنفس المطالية بنفس كل حاجة لكن يجيب لك time بال millisecond فأنت تغلط خاصة هاي بتضيع دائرة بتضيع العلامات هس تاني يجي أنه يمكن فسر الرسمة اللي عندي بس نفسر تفسير بسيطة بالمرحلة الأولى الأكسليريشن الأول أنا كان سالب اثنين صار سالب ثلاث صار سالب أربعة إذن هو عم بياخذ أكثر سالبية ما أنه عم باخذ أكثر سالبية إذن الـ جسم speeding up الأكسليريشن إشارة نيجاتيف هاي حكيناها أنا عندي بي constant velocity إذن ما عندي ش الأكسليريش الأكسليريشن is zero C نفس A D zero في الفترة إي أنا بتضح عندي إنه الجسم بلش ياخذ أقل negativity بعدها بلش ياخذ positive فإذن عندي أنا بالمرحلة إي الأكسليريشن is positive فأنا عندي constant جميل From the graph determine whether acceleration is positive negative or zero for each section أنا عندي A negative C negative طبعا كيف أدي أعرف negative من خلال الميل خلال الميل بقدر أعرف إنه negative طيب A negative C negative ممتاز B وD وF zero عندي إي هو positive طبعا B بيحتوي على فترتين على فكرة إي بتحتوي على فترتين أنا عندي الفترة اللي بلش ياخذ فيها أقل negativity وبعدها لما غير اتجاه أنا طبعا هنا واضح إنه أنا عندي كان يمشي هو بالSouth يعني أنا أفترض هاي South هو كان يمشي بالSouth بهذا الشكل بعدها صار لسه بيقطع مسافات بالNegative ولكن صار أقل بعدها غير اتجاه نحو North جميل إذن أنا عندي الفترة إي بتنقسم إلى قسمين في القسم الغير في اتجاه وفي الفترة اللي بلش ياخذ فيها مسافات أقل The value of the acceleration whether it is not zero بده الvalue بتيجي بتحكيله الـ Acceleration هون بما أن الـ Acceleration عندي بما أن الـ خطية بقدر استخدم معادلة الحركة بتصار وحسابت ولكن أنا بدي أستخدم أنه Acceleration يساوي Constant Acceleration فلأنه هون أنا عندي Velocity is Linear اللي بتتغير هي عبارة عن delta V على delta T ويساوي أنا بس نحل الفترة إي ونتحل الباقي وبدو تحسب لها لما تكون صفر بس بدو لما ما تكون صفر اللي هي عبارة عن V2 ناقص V1 على T2 ناقص T1 وتساوي V2 هي عبارة عن سالب 4 ناقص الناقص 2 على T2 اللي هي 1 ناقص 0 وطلع لك سالب 2 متر بار سكن تربية وتحسب على كل الفترة لحال بحكي لك when the bird changes direction متى الطائر غير اتجاه حركته هاي عند الثمانية ونص واضح انه عند الثمانية ونص لانه هنا صار positive هاي الفترة التحول بين negative وال positive اصلا واضح انه عند الفترة C وعلى الفكرة بالفترة C احنا فيها شغلتين مش انا عندي هاي عبارة عن acceleration وعندي هاي عبارة عن acceleration وفسرنا هذا الكلام فيه ممكن يحكي لك هنا انتبه انه طالب انك when ممكن يقول لك where يقول لك where انه اين طبعا كيف تحسب where بتيجي بتحسب delta x لكل فترة من الفترات delta x بتحكي له بانه بقدر انا احسب average velocity من هاي الرسمات بتحكي له average velocity مثلا انا عندي هاي سالب اثنين زائد سالب اربع على اثنين سالب ثلاثة متر بعد ايا بتحكي دلتا x من قانون average velocity ويساوي delta x على delta t delta x يساوي average velocity عبارة عن سالب ثلاث بدلتا time اللي هو عندك واحد اعطي سالب ثلاث متر ممتاز او بتيجي بتحسبها بطريقة ثانية انو بتيجي بتقوله delta x بما انه هذا عندك اصلا هو constant يعني على القوانين اللي هون ما انو انا عندي acceleration constant بتيجي تقوله delta x عبارة عن v node زائد v على 2 delta t a bit time اعطيك نفس الجواب حلو حسا في فرع ثاني للسؤال صراحة وهذا فرع كثير مهم بحكي لك from the figure عن المراسم الموجود عندي a the displacement for each section displacement شوفنا قبل شوية كيف ممكن نحسبها the displacement for the entire flight صراحة أنا مهتم بالفرع b و c جدا فالفرع a اتوقع انغلبنا رح يارف بي و c اذا ما اجه ضع دائرة المعظم رح ينقص نص على العلامة يعني رح ينقص نص او رح ينقص علامة شو السبب تعف رجي كل حل هسا بداية الفترة a رح طلع عندي سالب 3 شوف اخذنا نغير اللون عندي اخضر بالأولى رح يطع عندي أنا سالب 3 بالفترة الثانية سالب 8 بالفترة c سالب 5 بالفترة d سالب 18 بالفترة e 0 طبعا فترة e 0 هيا وين الرسمة هون اصلا بالفترة e 0 لانه هو صار يعمل acceleration اللي طلعه نفس اللي نزله حلو فعشان هي 0 ممتاز هاي هون ومعطيني F انه هي عبارة عن موجب 18 هسا انا وين الفكرة بي بي اللي هو ايش طالب منك في بي حكي لك the displacement for the entire flight اللي هو بده delta x لكل الرحلة هسا delta x total delta x total ايش تساوي هسا انت ممكن تحسب delta x total من خلال طريقتين شوف delta x total delta x total انت ممكن تحسبها من خلال طريقتين اما انك تحسب على طول الانتيرفل هسا هون دحكي معلومة لو واحد اجى حكى انه انا احسب الـ 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 وهون وهون واجي اجمحه مع بعض واجي انه الـ الـ يساوي مجميع الـ 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 الثانية واجي احكي الـ الـ يساوي delta x على delta t واطلع الانتير delta x اللي هي الـ الـ لما شاه خطأ ليش لانه الـ الـ هو عبارة عن delta x على الـ الـ ممتاز يعني انت ممكن يكون عندك مثلا قطع الفترة الاولى هل الفترة الاولى اكم قطع قطع ثلاث حلو باكم الزمين كان واحد بالفترة الثانية كم طلع معه بالفترة الثانية خلنا نشوف بالفترة الثانية هو قطع ثمانية باكم ثانية خلال ثانيتين على تقسيم الثانية هاي الأفريج فلسطي تعيتها أكم 4 هاي الأفريج فلسطي تعيتها لحال أكم 3 طب لو نيجي بدنا ناخذ للانتير للكاملة بتجي بتقول لي 8 زائل 3 هي عبارة عن 11 11 على 3 تقريبا 11 على 3 بده يعطيك 3.7 ايش ايش زي هيك اما تيجي انت انت تجمع 3 زائد 4 بيعطيك 7 هاي 7 متر ثلاث متر بار سكن انت على اذا بتجمع أفريج فلسطي تاعت هاي راح اعطيك 7 اما اذا بتأخذ الانتير مع بعض راح تاعت 3 7 فالجواب مختلف ما بيعطيك نفس الجواب فاذا انت بدك تحسب دلت اكس توتال انت عندك طريقتين اما بتيجي بتحسب الافريج فلسطي توتال وهنا لازم يكون معاك دلت اكس ودلت اكس اصلا مش معاك والطريقة الثانية انك تحسب فور يعني كل واحدة وانت يكون عندك انه دلت اكس لكل سكشن جميل اذا احنا منستنتج انه من خلال الطريقة الاولى انه هون انا كثير مهتم انك انت تجاوب هسا ممكن واحد يجي يجي يقول دلت اكس عبارة عن المجميع يجي يجمع يطلع معاك ناتج سالب 16 وروح بالامتحان يحط له سالب 16 طبعا اذا بتحط له سالب 16 رأتي غلط ليش تعني قرأ هون معطيك add all the displacement calculated in the displacement over the entire flight is سالب 16 بيعطيك انه على طول الرحلة اذا بتجمعهم كلهم ما بعض بيعطيك سالب 16 انت اجمعهم انت عندك هاي سالب هاي عندك موجب 18 وهاي سالب 18 راح يصفروا سالب 5 وسالب 3 عبارة عن سالب 8 وسالب 8 عبارة عن سالب 16 ولكن هو كان يمشي عمل change في الرسمي اللي انت اصلا بتشتغل عليها هو غير اتجاه حركته بسبب انه اتجاه الشمال هو بوزيتف the displacement راح تصير 16 متر ممتاز لابد انك تغير له جميل حساب C ايش طالب منك حكي لك the average velocity of the entire flight the average velocity يبارى عن delta x على delta v وهنا نفس الاشي راح تطلع معك negative وانت لازم تحولها ل positive بس هون بد نوع على شغلة انه لو تلاحظ كتب لك S بهذا الشكل S بهذا الشكل صراحة هاي انا اتخصص امور فيزياء ومش عرف لاش كتب لك اياها فانت ممكن تستفسر من الدكتور لعندك لش موجود S في هذا المثال لانه صراحة مش عارف دلال على الساوث او هي رمز موجود فمش قادرة اكلم اياه بالمئة ممتاز في عنا عندي هذا السؤال هذا السؤال صراحة كثير مهم ديش انا بحكي عنه مهم بحكي لك فاين ديش بحكي 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 ممكن بالامتحان يجيب لك هذا السؤال بالضبط نفسه ولكن يطلب منك A C A D فانت تروح ببالك حال السؤال فتروح تحل A F فلابد انك تكون كثير منك هذا الموضوع وممكن شغل ثاني يجيب لك A F وتحل بتحتاج انك تعمل تحويلات فكثير مهم انك تكون اذا جاب لك مثلا انت شفت سؤال ونفس اللي انت حليته حاول دور على اتركات انه مغير لك بالسؤال شغلة انت شغلة مش منتبه لها وانت هاي الاشياء يعني انه هون تنتبه متر هون سكن كثير مهم انك تكون منتبه وما تركين انه والله دائما راح تيجي متر او دائما راح تيجي سكن ممتاز المطلوب الاول بطلب انك displace من delta x delta x هي عبارة عن x2 x1 x2 x1 هي عبارة عن سالب 53 ناقص 30 ويساوي سالب 83 متر تنساش الوحدة انت ما تنسى الوحدة ورح اتوقع ان شاء الله راح يساعدك انك انت تتذكر طبعا هو طالب منك الـ average velocity وما طالب منك الـ average speed average velocity بارعا سالب 83 على 50 و average speed لازم تجمعهم تجمع كل هدول ممتاز في عندي اخر سؤال موجود عندي هون صراحة انه السؤال جبته انا من عند ما سايا سيس بحطو لكم الرابط تحت يعني انا وضحت هناك لازل ذاك المنموم بس هون لازل ذاك الماكس سوف وضح معطيك انه max deceleration of 6 متر اذن acceleration هو عبارة عن 6 هسا بداية ما في عندي رمز لل deceleration مثلا اجي احكي لك deceleration ويساوي 6 ما في اما deceleration يكون positive او negative هسا انا من خلال السؤال داره في positive ولا negative وعلى العموم اذا ما كان ذكر لك deceleration انه positive ولا negative وانت مش قادر مثلا فيش دلالة واضحة انه لا لا والله بيكون positive فانت غالبا رح تكون negative غالبا مش دايما ولكن يعني اذا انت تسكرت امامك جميع الصبر حطه negative and the driver has a reaction time of نص ثانيا معطيك انه في عندي اشي يسمو reaction time شو reaction time افوان reaction time reaction time مثلا انت واحد واقف قدامك وماسك باللون وضرب في وجهك انت رح لفترة زمانية رح تتشنج مكانك مش عارف شو تسوي فهذا هو reaction time انه انت مصدوم من الصدمة ممتاز he drives at 20 meter per second نمعطيك انه velocity عبارة عن 20 meter per second and sees an obstacle 50 meter directly شاف عائق هزا نفترض انها صخرة تمام 50 meter directly ahead can he avoid a collision شو معنى السؤال بحكي لك انه في سيارة كانت ماشي وفجأة شاف على بعد 50 متر صخرة مثلا جميل فهو بضغط على break عشان يقدر يوقف السيارة عشان ما يخبط في هاي الصخرة هو احنا ما ننسى هو يمشي بone dimension هزا هون سبب انه ذكر لك كلمة max deceleration انا وضحت لك في المثال الاول انه ممكن انت تعمل safe landing سواء مثلا بسالب 4 يعني بسالب 4 بالعشرة أو سالب نص يعني هو اكيد رح يضغط على اخر اشي بيجي مع من break فهو عشان ذكر لك max deceleration بيعطيك انه عبارة عن سالب 6 ال velocity عبارة عن 20 reaction time عبارة عن نص طب شو المطلوب مني اعرف stopping distance انا بدي اعرف لما يضغط على deceleration لما يضغط على break اكم رح يحتاج مسافة عشان يوقف والله اذا احتاج مسافة اكثر من 50 لا رح يخبط واذا احتاج مسافة اقل من 50 رح مش رح يخبط بداية انه في نص ثانية هو ما عرف شو يسوي فاذا انا عندي نص ثانية راح منه فاذا بدي اشوف الزمن او delta x اللي مشاها خلال النص ثانية اللي هو راح منه هاي النص ثانية فبتيج بتحكيله average velocity ويساوي delta x على delta t طبعا هون عندك velocity هي بخلال النص ثانية constant بأنها constant average velocity يساوي velocity العادية هاي يساوي velocity وهاي is constant constant at النص second اللي هاي عبارة عن reaction time reaction time طبعا أنا بفضل لأنك تكتب كل إشي بالامتحان تجب تحكيله أن average velocity هو عبارة عن 20 ويساوي delta x على delta t اللي هي نص إذن delta x عبارة عن 10 متر جميل إذن هو حاليا عنده stopping distance إما بتكون أكبر من 40 أو قل من 40 إذن أنا محتاج أن f the stopping distance distance equal أو if the stopping distance أقل من 40 متر so he will avoid رح يجنب avoid a collision رح يجنب الحادث كيف بدأ أحسب بالن stopping distance أنا عندي معطيات معطيك acceleration معطيك velocity ومعطيك أنه طبعا أنا هنا technically رح تكون عندي v final تساوي 0 لأنه بدي يوقف فأنا معطيني عندي v final تساوي 0 ومعطيني ما عنديش الزمن ما عنديش زمن وبدأ حسب delta x المعادلة الوحيد اللي ما فيها زمن أنت بتفكر فيها ما عندك زمن هي هاي هاي المعادلة إذا بتجب تكتب له v تربيع وتساوي v node تربيع زائد 2 a delta x أنا عندي هاي عبارة عن 0 وتساوي هي عبارة عن 20 يعني 400 زائد 2 بسالب 6 delta x وتساوي هي عبارة عن سالب 400 على سالب 12 السالب مع السالب سالب 12 400 على 12 توقع بيطلع معك 33 دو 33 3 متر إذن stopping distance stopping stopping distance أقال من 40 متر so he will avoid وتكمل avoid the collagen آه طبعا هون نسي تغلى في هنا سؤال وهالسؤال صراحة مهم نكون عارفين شو هو إنه بيجيب لك رسم velocity مع time ولازم برضا تنتبه أنه high meter per second high second يجي يحكي لك مثلا المساحة تحت المحور ايش بتمثل أو يقول لك احسب delta x أو احسب distance حسا delta x بتعرف كيف تحسب ها من خلال average velocity بتضربها بالtime أنا طبعا ما خلت يعني من البداية ما خليتكم تتمرن بهذا الشكل خليتكم تحسبو average velocity ومنها تطلع delta x أما هي المساحة تحت المحور لل velocity هي عبارة عن delta x طبعا يعني عشان بس ما أخليكم تحفظ وتقول بالمتحان تذكر شو هي المساحة تحت المحور لكن إذا جاب لك في بالمتحان أنت لازم تكون عارف المساحة تحت المحور هي عبارة عن delta x وطالعا عندك هاي السؤال بتقدر تشوفه أنه معطيك هاي الرسمة وطالب أنك تحسب delta x وطالب أنك تحسب distance ومعطيك هاي الرسمة وطالب أنك تحسب delta x وتحسب distance بس هاي الرسمة وضع فيها شغلة ورسمة شوي مش دقيقة لأنه ممكن واحد يجي يحرج ويقول لي والله الاثنين ايش صارتها عشرة ولا سالب عشرة فالرسمة يهدف هالتعليم أنك تحسب delta x ممتاز بحدي شي دق على هذا الاشي هاي الرسمة تحكي فيها شغلة أنه أنه ممكن تعرف أنه delta x تساوي صفر مباشرة لأنه velocity صارت عشرة بعد صارت سالب عشرة ورجعت للصفر وعندك هذا السؤال يعني لها بحل ومس يعطيك لعافية